السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان إحنا في أسئلة امتحانات تجريبي مايو 21 وتجريبي يونيو 21 دور أول 21 ودور تاني 21 الأسئلة دي على الفصل الأول صفحة 103 السؤال الأول بيقول لديك سلكين من النحاس يبقى أنت عندك الرؤي للسلك الأول الرؤي للسلك الأول بالساوي الرؤي للسلك الثاني ليهم نفسه الطول يبقى إيه اللي واحد بالساوي اللي اتنين إذا جهت مساحة مقطع السلك الثاني اتنين عبارة عن 3 أمثال مساحة مقطع السلك الأول فإن النسبة من مقاومة السلك الأول ومقاومة السلك الثاني عايز R1 على R2 هنعمل نسبة لمقاومات إزاي قانون المقاومة R بالساوي رؤي في L على E الرؤي واحدة والL واحدة هي المختلفة ل E فأنا هعمل النسبة بمساحة المقطع وراعي إنها عكسي مع R يعني قدام R1 أكتب 2 وقدام R2 أكتب E1 يبقى R1 على R2 R1 على R2 بساوي 2 على E1 2 على E1 بترجعش فاضي بساوي 3 على 1 يبقى النسبة كام لكام يبقى 3 ل1 يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف سؤال رقم 2 بيقول لي قدامك أربع دوايا الكهربية تحتوي كل منها على جهاز أميتر ما الترتيب الصحيح لقراءة أجهزة الأميتر لو لاحظت هتلاقي الدايرة دي فيها بطارية مكتوب عليها في باتري دي زيها في باتري مش 2 ولا 3 دي في باتري زيها ودي لها مقاومة داخلية ودي زيها لها مقاومة داخلية ودي زيهم ودي زيهم والأميتر هنا بيئيس الطيار الكل الطيار الكل الطيار الكل الاختلاف بس في المقاومات اللي في الخير فأنا هرصد مقاومات كل دايرة واشوف الدايرة اللي فيها مقاومة أقل يبقى طيارها أكبر طيب تعال نشوف الدايرة اللي فيها أميتر E1 مقاوماتها عبارة عن إيه عندك الفرع ده مع الفرع ده على التوازي 6 وفوق هنا 3 6R في 3R على 6R زي 3R هيبقى 2R 2R هتبقى توالي مع R يبقى عندك المقاومات 3R لان R دي توالي اجبالي لانها متوصلة مباشر بالقطب الموجة طيب نشوف الدايرة اللي فيها الأميتر 2 ونشوف المقاومات اللي عندنا عندنا 2R و2R على التوازي تخلصهم خد واحدة على عددهم فتبقى R R جنبها R يبقى 8R نشوف الدايرة اللي فيها الأميتر 3 3R هنلاقي المقاومة دي والمقاومة دي على التوازي مع سلك فاضي فهيتلغم يبقى الدايرة مفيهاش غير المقاومة R بس نشوف الدايرة الأخيرة عندك 3R و3R و3R على التوازي خد واحدة على عددهم تبقى R جنبها نص يبقى انت عندك 1.5R دايرة رقم 4 فيها 1.5R تمام هنا هيبقى عندك أصغر مقاومة هنا يبقى انت هتقول عندك ايه 3 ايه 3 دي أصغر مقاومة يبقى أكبر طيار خلاص دي خلصت تعالى بقى نقارن أصغر واحدة 3 ولا 2 ولا 1 ونصب الواحد ونصب الوراها ايه 4 خلاص دي خلصت قارن بين دول 3 ولا 2 الاتنين يبقى هنا ايه 2 واخر حاجة هتبقى ايه 1 ندور على الاختيار دا ايه 3 اهي أكبر من ايه 4 اكبر من ايه 2 اكبر من ايه 1 يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم دا سؤال رقم 3 أمامك 4 مواصلات منتظمة المقطع من نفس المادة مختلفة الأبعاد فإنه ترتيب هزي المواصلات تصعودين يعني إيه الصعودين يعني صغير الكبير هجب من قومة كل شكل وبعدين نرتب مين الأصغر في الأكبر في الأكبر هنجيب كده المواصل ايه هنقول رو ايه في ال ال اللي هي 2 ال على 2 ا مساحة المقطع 2 ايه دي هتروح مع دي يبقى انت عندك رو ايه في ال على ايه دي واحدة هات الشكل بيه هتلاقي رو ايه في ال على 3 ايه يبقى انت عندك رو ايه في ال على ايه ماشي هات الشكل سي هنقول رو ايه في 2 ال على ال ايه يبقى انت عندك رو ايه في ال على ايه هات الشكل دي يبقى انت عندك رو ايه رو ايه في ال على المساحة المقطع 4 ايه يعني دي ربع رو إيه في إيه على إيه عايزين نرتب تصعوديا المقاومات فأصغر مقاومة هي عندي الربع الربع ده أصغر من الثلث يبقى أنت عندك الدي وبعدين دي خدا خلصت هات الأصغر اللي بعدها يبقى عندك الثلث يبقى البي وبعدين هات الأصغر ده واحد ده اتنين يبقى هات ده إيه وآخر حاجة هيبقى السي يبقى عندك الدي وبعدين البي وبعدين الاي وبعدين السي يعني اختيار الصحيح هيكون رقم ده سؤال رقم أربعة باستخدام البيانات المدونة على الدائرة التي أمامك فعايز ايه اتنين على ايه واحد تمام هنبدأ هنا نتبع عند النقطة دي هنلاقي ايه واحد داخل على النقطة وخارج منها ايه اتنين وايه تلاتة يبقى ايه واحد بيساوي ايه اتنين زائد ايه تلاتة بس لو لاحظت الفرع ده في بطارية في بطاري وفي مقاومة وده زيه تبكا حتى طريقة توصيل البطارية زيه والمقاومة زيه يبقى انا اكيد ايه تلاتة بيساوي ايه اتنين يبقى ايه تلاتة بيساوي ايه اتنين يبقى انا قدر اقول الايه واحد بتساوي ايه اتنين وهشيل ايه تلاتة واكتب مكانها ايه اتنين يعني الايه واحد بتساوي اتنين ايه اتنين طب انت عايز نسبة اي تنين على اي واحد اي تنين على اي واحد ده على ده ما ترجعش فاضي سوى واحد على اي تنين يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم جي سؤال لرقم خمسة اي مجموعة مقامات تعطي قيمة مقامة كلية قيمة هار تعالوا نشوف الشكل الف هتلاقي معاك 3 افرع على التوازي هنا الفرع بتلاتة بتلاتة هار وهنا هار وهنا ستة هار هتبقى المقامة المكافئة اقل من العالي واحدة فيهم يعني اقل من الار يبقى دي مش هيكون الناتج بتاعة الر هنروح للشكل ده هنلاقي الفرع ده فيه اربعة الر والفرع ده فيه اربعة الر تعالوا نخلصهم اربعة الر على اثنين فيها الاثنين الر خلص الاثنين الر مع الاثنين الر هيبقى الناتج الر سؤال رقم ستة في الدائرة التي امامك عند غلق المفتاح كيه المفتاح كيه ده متوصل على سلك فاضي أي صافي عبر عن قراءة أجهزة الفلتاميتر V1 و V2 و V3 المفروض في الحالة دي مش انت للجاوب القوانين هي للجاوب V1 عبارة عن I في R توازي هنا R توازي دي اتلاغت لأنك انت لما هتقفل مفتاح K هيبقى المقاومتين دول متوصلين على التوازي مع سلك فاضي فمش هتبقى في مقاومات بين النقطتين دول وبالتالي كون ان R اللي مكافئة بسفر هيطلع قراءة الفلتاميتر V1 بسفر يبقى V1 تصبح تساوي سفر طيب V2 نكتب قانونها V2 بتساوي I I total طبعا V2R الاثنين R مش هتتغير نتيجة غلق المفتاح ولكن الطيار هيضغير هنا الطيار الكل هيزيد لأنك لما تقفل المفتاح هتلغي مقاومات مدائلة هتخفل مقاومات مدائلة فالطيار يزيد فلما الطيار يزيد V2 تزداد طيب V3 محوطة على بطارية وعلى مقاومة فV3 هتكسب V battery وهتخسر جهد مصروف على المقاومة دي I في R هنا V battery مقدار سابت والR دي مقاومة سابتة إذن العلاقة من V3 والI علاقة تناقصية وإحنا اتفقنا إن الI هتزداد يبقى V3 هتقل يبقى V3 تقل هندور كده على الاختيار ده موجود فين؟ هنلاقي الاختيار رقم ألف تصبح 0 ودي بتزداد ودي تقل السؤال لرقم 7 عندنا عمود كهرابي مجهول القوة الدفع الكهربية متصل بمقاومة R1 اللي هي 5 فكانت شد الطيار المار نصف طب لما هستبدل المقامة R1 ده مقامة تانية 9 فأصبح تشد الطيار المار 3 من 10 فإن القوة الدفع الكهربية لعمود هو هنا ما قاليش هل العمود ده ليه مقامة داخلية ولا بس انت تقدر تعرف إزاي؟ المفروض لما تدرب I في R هنا تساوي I في R هنا لإن البطارية مقدار سابت طبعا لو انت عملت كده مش هتطلعه بيساوه بعد ده معناه إن البطارية لها مقامة داخلية وبالتالي حيبقى عندك ال v ابتاري مجهولة والR الداخلية مجهولة فلما يكون عندك مجهولين هتحلهم عن طريق معادلتين هتجيب المعادلتين منين معادلة بالشكل واحد ومعادلة بالشكل擇 بالشكل واحد هنقول ال v ابتاري بتساوي طيار الكل اللي هوdire nove H في المقامات اللي عندك اللي هي الخمسة زائد ال r الداخلية ادي ال v ابتاري بتساوي , نص في 6 بيه اثنين ونص ah زائد نص R تمام؟ طيب وهتبقى دي كده المعادلة رقم واحد هنيجي هنا نكتب المعادلة التانية هنقول ال V باتري بالساوي الطيار اللي بيمر ده 3 من 10 في R الخارجية اللي هي 9 زائد ال R الداخلية يبقى ال V باتري بالساوي 3 من 10 في 9 ب 2 و 7 من 10 زائد 3 من 10 R هساوي دي بدي يبقى 2 ونص زائد نص R هتساوي 2 و 7 من 10 زائد 3 من 10 R تمام؟ هجيب دي النحية دي هقول 5 من 10 شيل منها 3 من 10 يبقى 2 من 10 R 2 و 7 من 10 شيل منها 2 و 5 من 10 هيبقى 2 من 10 R يعني ال R بالساوي 1 ون تقدر تعوض في اي معادلة من دول وتجيب قيمة ال V باتري لو انا هنا قلت 1 يبقى 5 و 1 6 6 في نص 3 يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم دال 3 من 10 سؤال رقم 8 4 مقاومات متمثلة وصلت معنا كما بالاشكال الموضحة فيكون ترتيب الاشكال حيث المقاومة المكافأة لهذه المقاومات الأربعة من الأكبر إلى الأخر طبعاً هتنشوف شكل واحد المقاومات المكافأة هنا R و R و R على التوازي يبقى R على الثلاثة R على الثلاثة زائد R يعني زائد واحد يعني واحد على الثلاثة زائد واحد هيبقى الناتج 4 على ثلاثة يعني 31 من 100 تعالوا نشوف الشكل 2 هتلاقي R و R و R و R يبقى 4 R يبقى 4 R هاتي الشكل 3 هتلاقي هنا 2 R ومعهم R 2 R في R على 2 R زائد R يبقى 2 على الثلاثة 2 على الثلاثة R زائد واحدة يعني 2 على الثلاثة زائد واحد هيبقى معاك الناتج 5 على الثلاثة R 5 على الثلاثة R يعني 1 و 67 من 100 تمام R الشكل 4 هنا عندك 3 R في R على ثلاثة R زائد R هتبقى 3 على 4 R يعني 75 من 100 R تعال رتب اكبر حاجة عندنا الشكل 2 اللي هو 4 R دي اكبر حاجة خلص نشطبها ونشوف مين اللي ايه اللي اكبر بعد كده هنقول عندنا شكل 2 اكبر من هنرقارن كده هنلاقي احنا عندنا الواحد و 67 من 100 اكبر من 1 بتاعتها بتاعتين من 100 يبقى بعد كده شكل 3 نشطب دية ونقارن بقى دياً ودياً هنلاقي واحد واخر حاجة هتبقى شكل 4 يعني الاجابة الصحية هتكون جيب 2 اكبر من 3 وتلاتة اكبر من 1 واحد اكبر من 4 سؤال رقم 9 عايز الشكل مقابل ممثل دقرتين كهربيتين فتكون النسبة من اي واحد ل اي اتنين نجيب اي واحد من الدائرة الاولى اي واحد بالساوي اللي هي قمتها فيه على الارات الخارجية زائد الارة الداخلية 10 وفيه هنا واحد يبقى 10 و1 11 يبقى احنا جمعنا المقامات الخارجية والمقامات الداخلية نجيب اي اتنين هتبقى عبارة عن في باتر اللي هي فيه على الارات الخارجية اللي هي خمسة والداخلية واحد يعني 6 طيب احنا عايزين اي واحد على اي اتنين يعني فيه على 11 بدل مقسم هدرب وقلب البقام بسط و البسط مقام 6 على فيه يبقى النسبة 6 ل 11 يعني اختيار الصحيح هيكون رقم الف سؤال الرقم 10 بتطبيق قانون كيرشوف الاول عن النقطة اكس فانهي اختيار من دول صحيح تمام هنقول الطيارات الداخلة عندك اي واحد والطيار الداخل اي تلاتة والطيار الداخل اي اربعة هيساوي الطيار الخارج الطيار الخارج اي اتنين والخارج اي خمسة تمام طيب احنا دلوقتي هنرحل مين لمين تعالوا بصف الاختيارات هنلاقي اي اتنين زائد اي خمسة 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 واضح انه هو كل الاختيارات فيهم اي اتنين زائد اي خمسة بالموجب يبقى ده معناه ان انا هخليهم في مكانهم ورحل دول لهم لما تروح ال اي واحد هناك هتبقى سالب اي واحد وديتها ترحل تبقى سالب اي 3 وديت ترحل سالب اي 4 والدنون دول في مكانهم زائد اي 2 زائد اي 5 هل ده طبعا بيسوي 0 هل ده موجود في الاختيارات بصوا كده في الاختيار رقم بيه سالب اي 1 سالب اي 3 سالب اي 4 وبعدين موجب اي 2 موجب اي 5 بيسوي 0 يبقى الاختيار الصحيح فعلا رقم بيه السؤال رقم 11 امامك جزء من دايرة كهربية تقومون المقاومة المكافئة من النقطتين بيه وايه بيسوي ايه خلي باجاك بالسلك الفاضي وعمتاخدش بالك منه السلك الفاضي ده يلغي المقاومات دي والمقاومات دي يعني 10 و10 دي مش معاك دول بس اللي معاك 10 مع 10 على التوازي تخلصهم اخد 1 على عددهم فيبقى الناتج 5 اومي الاجابة الصحيح هتكون رقم 0 سؤال رقم 12 في دايرة الكهربية الموضحة عاشت طيال الكهربية اي 3 لو تلاحظ هتلاقي اي 3 على سلك فاضي مفوش مقاومات لو انت جيت عند العقدة دي وقلت ان لداخل هنا اي واحد وكمان اي اتنين واللي طالع بس اي 3 فلو انت عايز تعرف طبيب قيمة اي 3 لازم تبقى معاك اي واحد وتكون معاك اي 2 تعال على كل بطارية هنا اعمل عليها سهب من السالب لمجر ايه رأيك في المستطيل ده هنمشي فيه ودي المساري اللي هنمشي بناء عليه هنيجي هنا نقول يساوي عندك بطاريات هنكتب بطارياتك هنا عندك 8 وعندك 4 والتمانية معاك والاربعة معاك يبقى 8 زائد 4 طيب عندك مقاومات مفيش في المسار كله غير المقاومة 10 ماشي فيها اي واحد واتجاهه مع المسار يبقى موجب 10 اي واحد 4 والتمانية 12 بالساوي 10 اي واحد يبقى الاي واحد بالساوي اتبعيد على القريب 12 على العشرة يعني 1 و 2 من 10 هتيجي عند اي واحد تكتب 1 و 2 من 10 ناقص اي 2 هنيجي هنا عند المستطيل ده نعمل مصار في اي اتجاه يهجبك وتقول يساوي هل عندك في المستطيل ده بطاريات هم 2 دين معانا ودي كمان معانا يبقى هتاخد الستة بالموجب وهتاخد الاربعة بالموجب في المصار ده فيه مقاومات مفيش ولا مقاومة غير التمانية ماشي فيها طيار اسمه اي 2 واتجاهه مع المصار يبقى موجب 8 اي 2 4 و 16 بالساوي 8 اي 2 يبقى الاي 2 بالساوي البعيد على القريب يعني 10 على التمانية هتيجي هنا تشيل الاي 2 وتكتب 10 على التمانية هتيجي معهم هيطلع معاك المجدار عبارة عن اتنين 45 من 100 امبير يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم دا السؤال رقم 13 في الدايرة الموضحة بالشكل ما هقفل المفتاح هتبقى قراءة البلتاميتر اي طيب قبل ما نقفل المفتاح هيبقى عندك الدايرة بالمنظر اللي انت شايفه في الاول الرسمة اللي قدامك قبل ما نفتح تقفل يعني الاميتر طيارة الكلي قاري اتنين اللي بي باتري مجبولة المقاومات اللي عندك 8 بس والمقاومة اللي جنبها 4 ادي دايرتك في حالة المفتاح مفتوضة لغيت الفرع اللي فيه المفتاح تمام انا ممكن من الفكرة دي الاولى ان انا قدر اجيب البي باتري خصوصا لنا اعمل هاش مقامة داخلية هقول البي باتري بي ساوي اي ف اف ماشي الطيار قمته اتنين والمقامات عندك اربعة وتمانية اتناشر يبقى البي باتري قمتها اربعة وعشرين فوق طبعا انت هتستفاد من المعلومة دي على اساس ان البطارية مش بتغير بلتتها عدناها 24 هتيجي هنا بقى بعد معرفة ان البطارية 24 فولت وعايز بقى تاخد كراءة الفلتاميتر فالفلتاميتر عشان تجيب كراءته لازم يكون معاك الطيارة الكلية اوعى تقولي اتنين الطيارة هتغير لان فيه تغيير حصل في الداير فهنحسب الطيار من جديد هنقول الاي توتل عبارة عن البي باتري ما احنا حسبناها خلاص 24 على المقامات عندك تمانية مع التمانية على التوازي تخلصهم اخذ واحدة على العددهم يعني تمانية على الاثنين في الاربعة اربعة وجلبها اربعة يبقى تمانية يبقى طيارك بساوي 3 امبير طيارك ذلك لان المقامات مطولة استخدمت مبدأ التوازي على التوازي تمام تحبه انجيب كراءة الفلتاميتر عبارة عن ai في الاردي الفلتاميتر هنا هيقرى في توازي يبقى الآي اللي هي 3 في مقاومة التوازي تمانية على الاثنين في الاربعة يبقى الناتج أتناشر يبقى انت الإجابة الصحيحة تبقى رقم اليف السؤال ده رقم 14 عندنا موصل طوله ايه ومساحة مقطعه 3 ايه يبقى احنا عندنا ال 1 بل واحد بتلاتة ايه طبقة بين طرفيه فرق جهد بيه فمر بيه طيار شدته اي واذا مصله موصل اخر من نفس المادة بنفس فرق الجهد يبقى فرق الجهد واحد اصبحت شدة الطيار مر بهذه الموصل 3 ايه فان طوله مساحة مقطع الموصل التاني هما ايه عايز L2 وعايز A2 والاجابات بدلالة الحالة الاولى هنتعامل ازاي ادام فرق الجهد واحد يبقى فيه علاقة عكسية بين الاي والار يعني هتقول اي واحد على اي اثنين بتساوي ار العكس ار اثنين على ار واحد اي واحد هتشيلها وتكتب مكانها اي واي اثنين هتشيلها وتكتب مكانها تلاتة اي يبقى انت معاك ار اثنين على ار واحد بتساوي واحد على التلاتة ادرب طرفين فوسطين يبقى ار واحد في واحد بار واحد وهنا تلاتة ار اثنين عوض عن قيمة ار واحد برو اي الطول عندك ال ومساحة المقطع عندك تلاتة اي عوض هنا هنقول فيه تلاتة اي رو اي هنا الطول مجهول الاثنين على مساحة المقطع اثنين تمام طيب احنا عندنا هنا الرؤي هتروح مع الرؤي لو ضربنا اه في تلاتة هيب انت عندك هنا لو احنا ضربنا دي في تلاتة ودي في تلاتة هيبقى دي تصير مع دي يبقى انت عندك ال على ايه بتساوي تسعة ال اتنين على ايه اتنين تمام طيب انا عايزة اودي التسعة دي الناحية هتنزل هنا هتوب عندك ال اتنين على اي اتنين بتساوي ال على تسعة ايه يعني ايه يعني لما اقسم ال اتنين على اتنين تديني ال على تسعة ايه طيب تعالوا كده نشوف الاختيار الاولاني تعالوا نقسم ال اتنين اللي هي اتنين ال على اتنين اللي هي تمنتاشر ايه على اتنين فيها الواحد على اتنين فيها التسعة يبقى الناتج ال على تسعة ايه هو ده اللي انا محتاجات. يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم الف. السؤال لرقم خمستاشر. من الدائرة التي امامك عايز النسبة بين في واحد لفي اتنين. بي واحد ملتميتر محوط على بطارية لها مقاومة داخلي. وفي اتنين محوط على مقاومة. احنا هنقول بي واحد على بي اتنين. بي واحد هتقرأ بي باتري ناقص ايف ار. وفي اتنين هتقرأ ايف ار. هل عندي الاختيار في الاختيارات حاجة زي كده? ايوة الاختيار رقم دال. بي باتري ناقص اي ار. على اي ار. يبقى الاجابة الصحيحة. هتبقى رقم دال. السؤال رقم ستاشر في الدايرة الكهربية التي امامك عشي الطيار يقرب. هنبص هنلاقي الطيار الكهرب اللي هو طلبه خارج من مجب البطارية. يعني الطيار الكل. يبقى احنا لازم نجيب المقاومات المكافأة. تعال كده الطيار هيخرج من القلب المجب. ادي اول عقدة. ودي تاني عقدة. ودي التالت عقدة. يعني هنا واحد هنا اتنين هنا تلاتة. لماذا سميشت التلاتة لان عايزة مخرج الطيار ياخد اخر رقم. يブقى المقاومات اللي عندك بين واحد واثنين وتلاتة. بين واحد واثنين في عندك اتناشر وستة يعني تمنتاشر. وبين واحد واثنين في تسعة. وبين اتنين وتلاتة في تلاتة قوم تمام احنا خدنا دول كده بين واحد وتلاتة في تمنتاشر وبين واحد وتلاتة في ستة تعال نخلص دول كده انت عندك التسعة مع التمنتاشر على التوازي تسعة في تمنتاشر على تسعة زي التمنتاشر ستة يبقى الطرف اللي فوق تسعة والطرف اللي تحت تمنتاشر والطرف اللي تحت ستة طيب عندك التسعة مع التمنتاشر على التوازي تخرصهم ستة مع الستة على التوازي تخلصهم أخذ واحدة على عددهم ستة على الاثنين فيها الثلاثة أوم يبقى المقاومات الخارجية ثلاثة أوم تعال بقى نجيب تقنية الطيار الكلي هنقول الاي توتل بالساول في باتل هي تناشر على المقاومات الخارجية هي تلاتة زائد المقاومة الداخلية هي واحد يعني اتناشر على الاربعة فيها الثلاثة أمبير فتبقى الإجابة الصحيحة رقم جي سؤال رقم سبعتاشر عندنا سلكين من نفس المادة إذا علمت أن قطر السلك الأول ثلاثة أمثال قطر السلك التالي النسبة بين الأقطار زي النسبة بين أنصاف الأقطار يبقى R للسلك الأول ثلاثة من قطر السلك التالي ومقاومة السلك التالي R اثنين أربعة من أمثال مقاومة السلك الأول فعايز طول السلك التالي لطول السلك الأول عايز L اثنين فيها قد إيه من L واحد طبعا يبقى احنا هنقول نعم. حبينا نعمل نسبة بالمقامة السلكين من نفس المادة يعني الرو ie حتى عندك الار دى الرو ie ول على الا شان grad مش هنعمل النسبة ب الرو ie مش هنعمل النسبة بالبا لأنها واحدة في الاتنين في chase عندك ر واحد على الواحد على الاتنين في ر اتنين مربع نصف القطر عكس ر اتنين تربع على ر واحد تربع R1 على R2 ما ترجعش فاضي هتبقى 1 على 4 1 على 4 و L1 على L2 عايزين نعرفها طيب R2 على R1 بس تقولي تربيع هنا R2 على R1 من غير التربيع R2 على R1 بسوا 1 على 3 تربحها تبقى 1 على 9 1 على 9 طيب تعالوا ده بطرفين فساطين هنا في L1 وهنا 4 يبقى 4 L1 وهنا هنضرب كده يبقى 9 L2 احنا عايزين نعرف L2 يبقى L2 نخليها في طرف L2 هتساوي يبقى هنقسم على 9 هنقسم هنا على 9 يبقى L2 تساوي 4 على 9 L1 فنعايزة L2 في طرف هيبقى عبارة عن 4 L على 9 يعني 4 على 9 L1 يعني الناتج هيبقى رقم به سؤال رقم 18 عندك 4 مقاومات متساوية وصلت معا كما بالشكل الماضحة اي شكل يعطي اقل مقاومة ومكافأة هيبقى الشكل ده ليه؟ لان هنا عندك فرع ب2R وفرع ب2R هنقض واحدة منهم على عددهم 2R على 2 هيبقى R وهنا R وR على التوازي نص وهنا R وR على التوازي نص نص ونص ونص هيبقى واحد هنا معاك 2R اصلا طب تمام ومعاك هنا نص وجبكى 2.5R أما هنا حتبقى المقاومة المكافأة أقل من الR لان أنت عندك فرعين على التوازي أقل وحد فيهم دوا يبدأ المقاومة المكافأة هتبقى أقل من أقل وحد فيهم يا الإجابة الصحيح هتبقى رقم ده سؤال رقم 19 في الدارة الموضحة بالشكل يمكن تطبيق قانوني كرشوف على المصار المغرب A, B, C, D, A تمام؟ طيب كما يلي تعالوا الأول نطبق القوانين هنا وبعد نشوف الاختيار المناسب هنيجي هنا على البطارية نعمل ساهم الساب المجب والبطارية دي ساهم الساب المجب وهنعمل مصار جوه المصار هنمشي فيه أي اتجاه عجبنا ونفترض مع البطارية الكبيرة ونقول يساوي البطاريات هنا والI-R هنا البطارية 12 اتجاهها معنا فتتجاب بالمجب البطارية 8 اتجاهها مش معنا فتتجاب بالسالب تعالوا نشوف الفرع اللي فوق في مقام مقامتها 2 ماشي فيها I-1 واتجاهه معنا يبقى 2 I-1 الفرع اللي سوف لي في مقامة 1 ماشي فيها طيار I-2 بس اتجاهه مش معنا يبقى سالب I-2 هنلاحظ ان كله بيساوي سفر بقدام عنان نرحل الرقم هنا 12 شير منها 8 المفروض دي 4 يبقى اتنين I-1 ناقص I-2 هودلهم دي كده يبقى سالب 4 بتساوي سفر هلاقي هنا ابصي هنا هلاقي موجب 4 مش هتنفع ومغير الاشارات طيب هنا 2 I-1 وبعدين موجب I-2 وبعدين موجب 4 بيساوي سفر مش هي دي الاختيار المناسب اللي عندي حتى لو انا بدلت الاشارة فالمفروض دي هتاخد سالب عشان دي تاخد موجب يعني لو ضربت في سالب هتبقى دي سالب 2 I-1 مش هتبقى موجب تمام يبقى ده مش نافع طيب وهنا ال 20 دي مش ما عندي انا الرقم 20 هنا في موجب 4 2 I-1 موجودة و I-2 موجودة بس هنا موجب 4 متنفعش خالص دي سالب طيب ايه الحل مش قدامي غير الاختيار ده طيب اعتبره ازاي صحيح يعني اولا هلاحظ ان هنا كاتب لي I-1 ماشي و I-3 طيب I-3 جات منين يعني انت حفزت على السالب 4 بس I-3 جات منين و سبت ال I-1 بس غيرت مقيمة بتاعتها بدل 2 بقت 3 هرجع تاني بالسؤال هلا يقول ايه بتطبيق قانوني يبقى هو طالب منك تطبق القانوني طيب ارجع هنا عند العقدة دي واقول من الطائرات الداخلة ومن الطائرات الخارجة هلاقي I-1 زائد I-2 بالساوي I-3 هنا هعملي بقى هبقي على I-3 وبقي على I-1 وهشيل I-2 اعرف I-2 بكام I-2 بالساوي I-3 ناقص I-1 هاجي بقى اعود في المعادلة اللي انا كتبتها يبقى انا عندي I-2 ارفت قم اقدرها هاجي هنا I-2 I-1 ودي السالب اهو هعمل اقواس كده I-2 هشيلها واكتب مكانها I-3 زائد I-1 ماشي يبقى انا كده ناقص أربعة تعالوا بقى نشوفها هنعمل اي هنقول اتنين I دبقى عندي I-1 اتنين I-1 هتوزع السالب سالب I-3 بسالب I-3 سالب في سالب وموجب I-1 ناقص أربعة طبعا بالساوي سفر طيب عندك اتنين I-1 واي واحد يبقى تلاتة I-1 ناقص I-3 ناقص أربعة بساوي سفر هو ده اللي احنا عايزينه ثلاثة I-1 ناقص I-3 ناقص أربعة بساوي سفر يبقى الاجابة فعلا الصحيحة هي يا رقم ده السؤال ده رقم عشرين في الدائرة القهربية الموضحة اذا كانت I-3 بتساوي سالب اتنين I-1 I-3 بتساوي سالب اتنين I-1 فان قيمة الطيار القهرابي المار في المقامة R-3 بسوئي عايز قيمة I-3 لان I-3 هي اللي بتمر في المقامة R-3 هنيجي هنا على البطارية دي نعمل ساهم سابج مجب ونعمل جوه المستطيل ده مستطيل تاني هنمشي نتبع المصارد ده وهنقول يسابي هل في هنا بطاريات العشرة واتجاهها معانا تتجاب المجب السلكية دي فيها مقامة قيمتها عشرة ماشي فيها I-1 واتجاهه معانا يجاب المجب يبقى عشرة I-1 السلكية دي فيها أربعين ماشي فيها I-3 واتجاهه معانا تجاب المجب يبقى مجب أربعين I-3 هنعوض هنقول عشرة بالساوي عشرة I-1 زائد أربعين هنشيل I-3 ونكتب مكانها سالب اتنين I-1 تمام يبقى عندك عشرة I-1 هيبقى أربعين في سالب اتنين بسالب تمانين I-1 قصدي يبقى أربعين في سالب اتنين I-1 هتبقى تمانين في بالسالب طبعا في I-1 ده بساوي عشرة طيب يبقى العشرة بالساوي عشرة مجب عشرة سالب تمانين بسالب سبعين I-1 تمام طيب يبقى أنت عندك I-1 بالساوي السفر ده هيروح مع السفر ده سالب سبع يبقى I-1 بالساوي سالب هو مش عايز I-1 هو عايز I-3 طب ما أنت عارف أن I-3 بتساوي سالب اتنين اي واحد. هنقض. هتقضي السالب وادي الاتنين والاي واحد طلع بسالب سوعة. سالب في سالب بموجب. اتنين في واحد باتنين على سبعة. يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم دال. سؤال واحد وشيد. الدال الموضحة بالشكل عند غلق ايه مفتاح ايه? تصبح كراءة الاميتر ايه? طيب ما الاميتر مكتوب عليه كراءة ومسجل واحد انبير? قال لك لا ده والمفتاح مفتوح. طيب تعالوا كده نشوف هنستفاد ايه والمفتاح مفتوح. انا معي الطيار الكلي. ممكن اجيب من هنا البي باتري. البي باتري هتساوي الاي في الارات اللي عندك لانك ما عندكش الارات اللي خارجية لان ما عندكش ارض داخل ايه. فالبي باتري ممكن احسبها من الحالة الاولى قبل غلق المفتاح. الطيار كان بواحد والمقاومات كان عندك الاثنين والاربعة هتوالي ستة. يبقى البي باتري ستة فولت. طيب لما نقفل المفتاح هيبقى انت وصلت على التوازي سلك فاضي مع المقامة اتنين. وبالتالي مقامة اتنين هتلغى. وهيبقى الطيار عنده الاي توتل لان ما زال اميتر بيقرى الطيارة الكلي. البي بتري لانت حسبتها ستة. على المقامات مش هيبقى عندك غير المقامة اربعة بس. ستة على اربعة هتساوي واحد ونص امبير. يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم به. سؤال رقم اتنين وعشرين رتب الاشكال الموضحة تبقى المقامة المكافأة لمجموعة المقامات من الاقل للاقل. عايز اقل الاول حاجة. اقل حاجة هتبقى المقامات المتوصلة على التوازي صرف. مفهمش توالي خالص. الشكل تلاتة فعلا كل توازي يبقى اقل حاجة تلاتة. طيب وبعدين. وبعدين هيبقى عندك بعد كده من المقامة القليلة. هنا في توالي بعد التوازي دي هتكبر قمت المقامة. انا هختار التوازي ده. لان في المقامة هتطلع اقل من اقل واحدة فيهم اقل من ار اما هنا هتخلص وتجمع مع الار. يبقى الشكل اربعة. يعني ممكن نكتب كده. تلاتة هتبقى اقل من الاربعة. يبقى انت كده علمت على التلاتة. وعلمت على الاربعة. طب والاربعة هتبقى اقل من مين? طبعا ده في توازي فاكيد هيقلل. اما ده كله توالي صرفه فبالتالي هتبقى المقامات هنا اكبر حاجة. يبقى واحد واخر حاجة اتنين. يبقى انا هدورك الاختيارات هلاقي تلاتة اقل من اربعة اقل من واحد اقل من الاتنين. يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم الف. السؤال رقم تلاتة وعشرين. من الدائرة الموضحة بالشكل بيبص كده على الاختيارات هتلاقي كلها ايات. وبالتالي احنا عايزين نطبق كنون كارشو في الاول. عنده نقطة معينة. فنقول الطيارات الداخلة بيساوي الطيارات الخارج. من الطيارات الداخل? واحد وي اي اتنين بيساوي اي تلاتة هو اللي خارج. تمام? طيب هو عايز يساوي سفر. يبقى اي واحد زائد اي اتنين ناقص اي تلاتة هيساوي سفر. طيب هدور على الاختيار ده. هلاقي مش موجود. اي واحد زائد اي اتنين. اهي بس هنا اي تلاتة. طب اعمل اي? اضرب في سالب. لابا انا لقى مش الصورة دي مش موجودة. اضرب في سالب. يبقى هنا سالب اي واحد. يبقى هنا سالب اي اتنين. هنا السالب لما يتضرب اموجة باي تلاتة بيساوي سفر. يبقى انا دلوقتي لو مش لقيت الاختيارات ممكن اضرب المعادلة في السالب. هلقيها المعادلة رقم واحد. سالب اي واحد. سالب اي اتنين. زائد اي تلاتة بيساوي سفر. يعني الاجابة الصحيحة تبقى رقم الف. سؤال رقم اربعة عشرين. في الدايرة الكهربية المغلاقة الموضحة بالشكل لما هزوت قيمة المقاومة المتغيرة. فإيه لم لا هيحصل? في واحد وفي اتنين. تمام انا اللي يهمني طبعا زيادة في المقاومة. الاهم من الزيادة في المقاومة. إيهلم هيحصل في طيار الدايرة? زيادة المقاومة تعني نقصان الطيار. طيب. في واحد بيقرأ اي في اس على اساس ان الارض متغيرة في رمز لها بالرمز اس. هنا عندي متغيرين. الاس دي بهeronهم المقاومة هتزيد. وفي نفس الوقت قدمها هيحدث زيادة في المقاومة فاكيد الطيار الدايرة دي هيقل لكن تأثير المقاومة اقوى على القراءة من تأثير الطيار يعني ان بسبب زيادة المقاومة المقدار ده هيزداد يبقى فيه واحد تزداد طيب فيتنين محوطة على بطارية لها مقاومة داخلية فهتقرأ في باتري ناقص اي فار اللي فيه باتري مقدار ثابت والار مقدار ثابت فبين الفيتنين والاي علاقة تناقصية وإحنا عرفنا ان الطيار هيقل بسبب نقصان بسبب زيادة المقاومة ان الطيار هيقل اذا الفيتنين علاقة تناقصية الفيتنين هتزداد يبقى كمان الفيتنين تزداد يبقى الاجابة الصحيحة تزداد كل من قراءة في واحد وفيتنين اختيار هيبقى رقم الف سؤال خمسة عشر في ده الموضحة اذا كانت قيمة اي ثلاثة بساوي اثنين امبير فعايز يعرف قيمة اي ثلاثة معلومة وقمتها اثنين اي واحد مجهولة واي اثنين مجهولة لو قدرت اتعامل في المسألة دي بمجهول واحد اللي هو اي اثنين هقدر اجيبها طيب تعالوا كده نطبق القانون الاول عن النقطة دي ونقول من الطيار الداخل اي ثلاثة وكمان اي واحد داخل عن النقطة وهيخرج منها اي اثنين تمام اي ثلاثة اللي هي قيمتها اثنين واي واحد اهيد بتساوي اي اثنين تمام انا دلوقتي لما احب يعني احزف الاي واحد من الدايرة واخلي الموجود بس اي اثنين ساعتها هجيب من مكان اي واحد اي واحد دي هتساوي ايه ايه رأيك نجيب اي واحد بدلالة اي اثنين ازاي ادي اي واحدة ايه هودل اثنين باشارة مخالفة طيب عبارة عن اي اثنين ناقص اثنين تمام تعالوا بقى نجع على المسار ده ونعمل على البطارية ساهم السليب الموجب ونعمل المستطيل هنا ونمشي مع هذا الاتجاه ونقول يساوي هل عندك بطاريات ايوا البطارية واحد وعشرين اتجاهها معنا. السلكية دي فيها مقامات على وسلك واحد تنجمعهم تلاتة واثنين خمسة. ماشي فيهم اي اتنين واتجاهه معنا. يبقى خمسة اي اتنين. السلكية دي فيها مقام مقامتها ستة. ماشي فيها اي واحد واتجاهه معنا. يبقى موجب ستة اي واحد. هسيب الواحد وعشرين. وهسيب خمسة اي اتنين. وآدي الستة. اما الاي واحد هبدلها باللي انا اي اتنين مقص اتنين. تمام. ادي الواحد وعشرين. ادي خمسة اي اتنين. كده أصبح عندك اي 2 بس هو المجهول وحيد بس هوزع الستة على المجدار المطروح يبقى ستة في اي 2 بستة اي 2 ستة في سالب اتنين بسالب اتناشر ماشي هيبقى عندك خمسة وستة هنجمع اللي هي خمسة اي 2 مع ستة اي 2 خمسة وستة احداشر اي اتنين وهودي الاثناشر الناحة التانية بإشارة مخلفة هتبقى واحد وعشرين زائد الاثناشر هيطلع معاك تلاتة وتلاتين بالساوي احداشر اي 2 يبقى الاي 2 بالساوي البعيد على القريب تلاتة وتلاتين على الحداشر فيها التلاتة امبير يعني الاجابة الصحيحة هتبقى رقم جيد سؤال رقم ستة وعشرين نتائكة ثلاث دوائق كهربية كان بالشكل واحد اتنين تلاتة اي العلاقات اللي اتيها صحيح علاقات بين مين بين الطيار هل طيار دايرة معينة بيساوي طيار دايرة معينة ولا اكبر ولا اصغر فافضل حاجة في التعامل مع السؤال ده هجيب طيار كل دايرة تعالى كده نجيب طيار الدايرة واحد اي واحد هيساوي ال في باتري على الارات اللي في الدايرة معاك الار دي متوصلها على التوازي مع سلك فاضي فهيلغيها ويبقى ما فيش غير الار دي وحتى ما فيش مقامة داخلية يبقى في باتري على الار دي اي واحد تعالى نجيب اي اتني هتبقى ال في باتري على المقامات الخارجية ار و ار متوصلين على التوالي يبقى اتنين ار تعال نجيب اي ثلاثة هتبقى عبارة عن الفي باتري على ار و ار على التوازي تخلصهم نص معك واحد يبقى واحد ونص ار طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نشوف العلاقات الصحيح هل اي واحد بالساوي اي اتنين لا طيب هل اي واحد اكبر من اي ثلاثة اي واحد عبارة عن في باتري على الار تمام اما اي ثلاثة عبارة عن في باتري على واحد ونص ار هنا المقام بتاع اي ثلاثة البسط هو البسط ولكن مقام اي ثلاثة اكبر من مقام اي واحد ادام المقام اكبر يبقى الاي ثلاثة اصغر بتبقى بين الاي والمقام علاقة عكسية يبقى احنا هنقول ان فعلا اي واحد اكبر من اي ثلاثة سؤال رقم سبعة وعشرين يمر طيار شدته اي في موصل طرق ال ومساحة مقطعه اي وعند تغيير البطارية المستخدمة اصبح الطيار المار في نفس الموصل ثلاثة اي فان مساحة مقطع الموصل تصبح اي انت بتقول لي الطيار اللي مار في نفس الموصل يعني الموصل ما تغيرش فيه حاجة هو هو نفسه بنفسه مقامته يبقى مساحة المقطع مش تغير انت لما هتغير البطارية واضح ان انت جبت البطارية في باتري بتاعتها اكبر تلات مرات لان الفي باتري لما هزيد الطيار هيزيد وتظل المقاومة سبتة لانك انت ما عملتش اي اجراء واي تغير في الموصل وبالتالي ادام المقاومة زي ما هي يبقى عواملها اللي هم الرؤي والقل والاي زي ما هم فان مساحة المقطع هتصبح ايه يعني اجابة صحيحة هتبقى رقم الف سؤال رقم تمانية وعشرة فده الموضحة بالشكل اذا كانت قرائد بي تلاتة تساوي تمانية من عشر بي تلاتة المحوطة على المقاومة فبتلاتة اللي هي تمانية من عشرة بتقرأ隊 ومنها قدر اجيب اللي هي عبارة عن تمانية من عشرة الاتنين اربعة من عشرة يوجب انا اعرفت اجيب الطيار الكل 해�ظ difference هبص كده على الدايرة فيها بطاريتين هل البطاريتين دول بيسندوا بعض بيشتغلوا مع بعض ولا بطارية الدايرة دي في حالة شحنه التفريغ نخرج كده من القطب الموجب بتاع البطارية دي والقطب الموجب بتاع البطارية دي هنلاقي الطيارات عكس بعض يبني الدائرة في حالة شحن وتفريغ طيب الانهي اتجاهها هيفرد نفسه طبعا اتجاه البطارية الكبيرة هو اللي هيفرد نفسه على الدائرة طيب دلوقتي هيبقى عندي الولتميتر V1 المحوط على البطارية الصغيرة هيقرأ V1 زائد IR لانها جاية تشحل نفسها هنا فيبقى V1 بيساوي V1 بتاعتها لها 8 زائر الـ I4 من 10 ومقاومتها الداخلية بواحد يبقى الناتج 8 و 4 من 10 فولت طيب نشوف V2 V2 محوطة على البطارية الكبيرة اللي هي بتفرغ شحنتها في الدائرة فV2 بتساوي V-Battery ناقص IFR الـ V-Battery بتاعتها 10 ويق الطيار حسبنا بـ 4 من 10 ويق المقاومة الداخلية بتاعتها 2 يعني 10 بتسحب منها 8 من 10 يبقى الناتج 9 و 2 من 10 فولت هضوف الاختيارات هلاقي 8 و 4 من 10 و 9 و 2 من 10 في الاختيار به يبقى ازا الاختيار الصحيح هيكون رقم به ترجمة نانسي قنقر